مش كده ولا ايه استاذ الان هل فعلا فيه علاقة بالضعف الشخصية والتقليد والإضمان اساسا كل اللي بيحصل في المجتمعات من فساد بيبتأ بالضعف الشخصية لان ضعف الشخصية هو العامل الرئيسي في التكوين للمرحلة الفساد ليه انا بعيش حياة صعبة بتعلم اني اسكت ما اخدش رأيه ما يبقاش عندي قوة شخصية ان انا اتعامل التكوين الشخصية بيطلع طول ما انا بوقف التكوين ده بشكل ايجابي ايه اللي بيحصل انا بطلع معه هماش ما عنديش ايجابيات وللأسف الشديد دايما شايف الرؤية سودا دايما بخاف من اللي جاي دايما لا خاف ان رد فعل بابا او ماما او الناس والتنمر كل ده بيقصر وبيقصر في الشخصية بشكل قوي جدا وجملة حالك قلتها في منطقة البساطة من مكاملات الرجولة للأسف وانا قاعد مع صحابي بيقولك ايه انت مش راجل انت خف من ماما وبابا ده للأسف الشديد طبعا عشان يعمل نفسه ان هو راجل فيبتدي يمسك السجارة مين في يوم ما يبقى ده اللي يوقف ويقول لا انا اللي بخاف من دا ولا من دا انا بخاف بخاف انا عايز احافظ على نفسي للأسف هنا بقى ان انت لو في اسرة بتحافظ على ده وبتديك الدعم ده انت هتبقى عندك الطاقة والقوة دي هتقدر تتكلم وهتقدر تقول لا انا عندي الحرية انا اقول او لا بس للأسف انا كاب وام ما عنديش القدرة قدرة الاحتواء قدرة العطاء قدرة الاغذ والعمل احنا عايزين دايما نوردنا في صورة مثالية دايما وهم صغيرين ده بيطع الاول ده كذا ده كذا ده كذا فانت بتتباهي بشيء انت عايزاه لكن هو عايز ايه فانت عملت قصري في كل نواحي فلما ييجي يكبر لازم يبقى عنك معظم اللي بيجي لي وتقولي ابني او بنتي او حصل كذا وحصل كذا لما تبتيدي رحلة العلاج هو للأسف الشديد بيمر بخبطات قوية جدا من صوره لغاية ما يخش اصعب مرحلة مرحلة التراب النفس الرئيسي اللي موجودة ما بين الانتقال من الطفولة للمراحقة لازم نحط القاعدة كده اساسية دي مرحلة التراب يا انا لازم احتوي وحافظ وخصوصة مرحلة المراحقة الهي من 13-19 سنة باصعب المراحل اللي ممكن ابناءنا فيها يعني ممكن رد فعلهم بيبقى غريب جدا 11 سنة طبعا من 11 سنة لغاية 20 تمام ليه لان من 11 سنة انا ببتدي عايز اقول او اقول لا او اتكلم وتعصب وتنرفز تمام يعني يا بضرب يا بتخاني يا بزع ما سمعتش ما دلتش فرص والله سمعت كتير وعملت كتير لا انت دايما في الاخر رأيك عايزة هو اللي يتنفذ واذا ما نفذهش بيبقى رد فعل ثلاث حاجات يا بالخناء يا بالضرب يا اما في الاخر هتعمل اللي انا عايزه طب انت بتبني ايه طبعا